عايز تقالك على مروان عطية وأحمد عبدالقادر مروان عطية أصبح جاهز للمباراة اللي لأ أحمد عبدالقادر هيلعب المباراة اللي لأ مباراة التراجع طيب مروان عطية أصلا يعني كل اللي تقال إنه واتصاب أو تخاف هو كادمة بسيطة جداً في مطش البلدية ممكن الكادمة دي عارف كانت إمتى كريم قبل الخطة اللي الكهرباء الناس كلها ركزت مع كهرباء وما ركزتش مع الخطة بتاعت مروان كانت قابليها على طول يعني اتخبط مروان الكرة راحت لكهرباء الرجل شاط رجل كهرباء في الكرة دي وحصل فيها إصارة جدل هل هي تستحق الطرد أو الإنذار الكلام ده فالكرة دي اللي اتخبط فيها مروان لكن مروان سليم كمل المباراة لحد يمكن ما مكرر مرسيل كلر إن هو يطلعه جاهز اتمرى النهاردة بمنطقة القوة مع الفريق ما فيش مشكلة خالص عبدالقادر يمكن خلص البرنامج العلاجي بتاعه وكان آخر مرحلة هيكت مرحلة الجاري وابتدأ ينفذ بعض الأمور كده في التدريب بكرة يبقى فيه اختبار طبي كده أو يعني مش طبي اختبار على جهزية اللعب فيه تفكير دلوقتي أو فيه يعني عدم حسم للأمر ناس بتقول يتمرم بكرة معنا ويخش الخميس والجمعة مع الفريق في التدريبات وبناء على حالته نحدد موقفه من براه كولر من نوعية المدربين يعني ده الجهاز الفني بيخترحه على كولر كولر من نوعية المدربين اللي بيتأنى شوية وممكن كنت بكلم حد في جهاز طبي يقول لراجل بيحب أو بيفضل إن اللعب ما يرجع من الإصابة يقعد حوالي سبع أو ست تدريبات معاه عشان ياخد قرار بمشاركته واستثنى في الأمر ده تنين اللعيبة يمكن كان إمام عشور وإحسين الشاحات نظر اللي احتاج لهم في مباراة ما زيما لكن دي شخصية الراجل ودي فلسفته دايما في اللعب يرجع من إصابات خاصة لما تكون إصابة عضلية يعني إمام كان كتف حسين كان كسر في الوجه فمعندوش مشكلة في القصة دي لكن إصابة العضلية إذا عبدالقادر شد أو لو العيب جاي من مز زي ياسر كده مثلا وقعت فترة كبيرة بيتأنى شوية فيه فلحد دلوقتي كنت بكلم حد بما أطلع معك قال لي إحنا بنحاول مع عبدالقادر يعني من أول يوم والله كريم يعني قلت الكلام ده عندي في القناة قلت إن عبدالقادر الناس كلها بتقول مش يلعب لا ذهب ولا عودة قلت لأ حسب كلامي مع الدكتور بتاع الترجي هناك وهيتحسم الأمر ده بكرة إن شاء الله قبل التمنية تعمله زي يعني اختبار كده وكولر هيقعد مع الجهاز يشوفه هل ياخده معاه ويتمرن خميسه جمعة لكن النسب نقدر مثلا 70-30 إنه هو يسافر 60-40 كده مش مفيش حسم لكن فرص إنه هو ما يسافرش أكتر من إنه هو يسافر مع الفريق بالمناسبة العلاقة بين أفشا ومرسي الكولر عملت زي دلوقتي بص مرسي الكولر أعرف أنت الناس اللي هم السويسرين الرائعين دول هم السويسرين رائعين هم رائعين بطبعه هادي كده الراجل هادي جدا مشكلة بين أفشا وكلر يعني الراجل حسبها إن هي أول مرة كانت صعبة شوية وكان فيها يعني حدة من أفشا لكن الراجل حسبها إن أفشا أول مرة يعمل مشكلة مع الراجل العقاب على يعني كان إنه تم بعد اللعب فترة من الماتشاط وهنشوف رد فعله في التدريبات مع الفريق هيكون إيه فأفشا التزم خرج من قائمة الماتشاط اتمرن بشكل قوي جدا يعني يظهر للرجل إنه هو ما عندهش مشكلة في استبعاده وداز لحد ما دخل للرجل مكتبه كان للأمانة يعني الكابت خالب بيبو هو اللي تبنى الفكرة ودخل لرجل في مكتبه في قط الليبس النادي الآلي واعتذر له على الموقف اللي حصل وراجل تقبل ده وظروف المباراة برضه يعني خلت إصابة السلية ونص الملعب وبتاعات كريم ندفت شوية مع الخوف على إصابة كل من إمام عشور أو مروان قبل مواجهة الترجي كل ده إدى أفشا بوش إنه هو يبقى موجود ونزل بالفعل في مباراة بلدية المحلة وشرف جزء منها لكن أفشا من ركاية أستير الرجل بيحبه جدا وبيعتمد عليه بشكل كبير في بعض الماتشاط يمكن اللي بعد أفشا شوية يمكن تقلق إمام عشور وظهوره بشكل كويس مع الفريق مع الروح العالية جدا اللي ظهر بها أكرم توفيق في مباراة مازنبي في لومباتشي هناك المباراة الزهب وأكدها في مباراة العودة فكل ده خلى أفشا بعيد طبعا مروان من العناصر الأساسية لكن أفشا موجود في فكر الراجل وممكن يبقى ليه دور في مباراة الترجي كبديل يعني أو يخش الشارك كبديل لكن العلاقة بينهم دلوقتي ما فيش مشكلة خالص وده فكر دايما الراجل عملها قبل كده مع عبدالقادر وعبدالقادر نزل وتقلق عمالها مع أكرم لما خرج وكان من دايق ونزل وتقلق مع الفريق فالراجل ما بيقطعش الرقب زابولة وما بيخدش قرار هو بس بيقرس ودن كده وبيشوف رد فعلك وبنان عليه بيستخدم عاصر